السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات تانية سنوي اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دلوس اللغة الفرنسية انا ميسيو خالد وانت على قناة ميسيو اونلاين النهاردة ان شاء الله هنعمل مراجعة ليلة الامتحان وهنقسمها الجزئين اتنين جزء خاص بالوسائق والمواقف جزء التاني ان شاء الله خاص بالقواعد والاميل والموضوع يلا نبدأ مع بعض بسرعة ومن ضيح شوقت بسم الله السؤال الاولاني يا شباب هو سؤال الوثيقة وعلي 8 درجات الوثيقة الاولى عليها 4 درجات والوثيقة التانية عليها 4 درجات تعالوا شوف الوثيقة الاولى بتقول ايه بيقول لي بيير ليونتاني ام بلان الجبال بتكون بالابيض سي جنيال اونيفير ده رائع في الشتاء انا بعمل تخييم بورين سومن لمدة اسبوع او دي جور او لمدة عشر ايام على منتاني في القبل اوك مي كوبان مع زمايلي لا هناك اونفي دي سكي احنا بنعمل تزلق لاجورني في فترة النهار اي دي باربكيو دون لا صوري وكمان بنعمل حفلات شواء في المساء طب مريقا لتي جو نيم با لطن انا مبحبش الخريف بارسكيليا دي فان موفي عشان بيوجد رياح سيئة جادور لتي انا بعشق الصيف اون فاقونس في الاجازة جو باس لاجورني انا جي افيك ما فامي انا بقضي اليوم او النهار في السباحة مع عيلتي اون باس لسواري وحنا بنقضي المساء اون ترلو بارك داتراكسيو في حديقة الملاهي اون في السينما طب تعالوا نشوف زيوية التي جو بري فرم لبرنتان انا بفضل الربيع بارسكيو لفلور عشان الظهور صون ان توت لكولير بتكون بكل الالوان وكل الاشكال جو فيه انا بزهب الى الريف شي مي جران بارون عندك دادي السؤال الاول بيقول زيوية ايم لاناتير زيوية بتحب الطبيعة او برنتان في الربيع اونيفير في الشتاء اونيته في الصيف اونطن في الخريف طبعا هي بتحب الطبيعة فين في البرنتان اللي هو الربيع اتنين اونطن في الخريف ايليا بارتو يوجد في كل مكان دولابلوي مطر دي نيج سلق دي صلي شمس دي فان موفي رياح سيئة طبعا رياح سيئة في الخريف ماري باس سي فاكونس ماري بتقضي الاجازة المونتاني في الجبل او ناجي دون لامير بتعوم في البحر الا كومباني في الريف شي سي جران بارون عند اجدتها طبعا هي بتعوم في البحر اربعة اونيفير في الشتاء بيير ايم فير بيير بيحب يعمل دي بتاع غلاس يتزلق لكن في ساحة التزلق دولانتاسيون سباحة دي سكي تزلق دي سيرف التزلق على الامواج طبعا دي سكي هي الإقابة الصحيحة نكمل الوسيقى الثانية بيقول لي كالبروفيسيون سويته اي مهنة تتمنم ان تكونوا دانيال قال انا احب ان اكون طبيب كم مي بارون مثل والدي انا سوف اعمل في المستشفى دو نوتر كارتية اللي في حينا اما ماريو فقالت جو بريفير اتر انفرمير انا افضل ان اكون ممرضة جيم اي دي لي مالد انا احب ان انا اساعد المرضى او فتير في المستقبل احب ان امتلك مطعم او سنتر دو باري في منتصف باريس او في وسط العاصمة باريس فان سأل ايه اتر فيتنرير اكون طبيب بيطاري طبيب بيطاري طبعا هو بيتمنى يكون مطعم ايه انا بحلم ان انا املك مزرعة حيوانات السؤال الاول بيقول دانيال امتر او فتير دانيال يحب يكون ايه في المستقبل انفرمير ممرض طبيب طبيب بيطاري طبعا هو بيتمنى يكون ميديسان طبيب ستة ايه فير يحب انه هو يبخ طبعا كان بيير طبعا كان بيير سبعة او فتير في المستقبل ماريون سوف تعمل ماريون سوف تعمل في انفر ممزرعة انو بيتال مستشفى انو بيتال مستشفى انو بيتال طبعا بيير يتمنى انه يمتلك او فتير عايز يمتلك ايه في المستقبل انو بيتال انو بيتال انو بيتال مستشفى انفرم مزرعة طبعا هو عايز يمتلك مطعم ان ريستيران نكمل السؤال السؤال الثاني يا شباب هو سؤال المواقف وعليه اربع درجات تمام والمواقف اللي عندي هنا اربع اختيارات سؤال الاولاني بيقول تدوموند اتنامي لليو دو لغار كسك تدي انت بتسأل صديقك عن مكان المحطة ماذا انت تقول أستروف لغار اين توجد المحطة بوركواغا تي المحطة ماذا يوجد في المحطة كالتران تفا بروند اي كطار انت سوف تأخذ طبعا بسأل عن مكان المحطة يبقى الاولاني اين توجد المحطة اثنين تدوموند اتنامي انت بتسأل صديقك سندرس عن عنوانه كسك تدي ماذا انت تقول انت هتقول اي كاللونج بارلتو اي لغة انت تتحدث تيابتو اين انت تسكن افك كي ابتتو مع من انت تسكن او ييم تو فيفر اين تحب ان تعيش طبعا الاجابة الصحيحة اين انت تسكن تدوموند اتنامي لير دولافت كسك تدي انت بتسأل صديقك عن معاد او ساعة الحفلة ماذا انت تقول بوركوا اورجانيز تو انفت لماذا انت تنظم حفلة سي او انها اين الحفلة دي بكون اين مكانها كي لي لتم دولافت ما يكون موضوع الحفلة سي اقلير في اي ساعة طبعا دي الاجابة الصحيحة عشان بس اعمعتها اربعة تدوموند اتنامي لليو دولافت كسك تدي انت بتسأل صديقك عن مكان الحفلة ماذا هو يقول امنوي في منتصف الليل شمو عندي افك مزامي مع اصدقائي بورمون انيفرسير بمناسبة عيد ميلادي طبعا شمو الاجابة الصحيحة خمسة تنامي تو دوموند صديقك بيسألك لو تم دولافت دي جيزي عن موضوع الحفلة التنكرية كي سك تدي ماذا انت تقول سي لزانيمو انها التنكر في حيوانات بورمون انيفرسير بمناسبة عيد ميلادي انتر 20 او ما بين الساعة 20 والساعة 21 او كلوب في النادي طبعا موضوع الحفلة يقول سي لزانيمو نكمل ستة تو دي كري لا فت دو طون انيفرسير كي سك تدي انت بتصف الحفلة بتاع تعيد ميلادك ماذا انت تقول هي بتكون رغاية سي على ميزون انها في المنزل جو فت من انيفرسير انا بحتفل بعيد ميلادي انها تكون حفلة تنكرية طبعا دي الإجابة الصحيحة سبعة تون امي تودوموند دو دي كري تون كارتية كي سك تدي صديقك بيسألك ان تصف حيك ماذا انت تقول إليه سوسياب هو بيكون اجتماعي إليه قلم هو بيكون هادئ إليه رنجيه هو بيكون مرتب أو هي بتكون مرتبة إليه انتليجيه هو بيكون ذكي طبعا الحي بتاع بيكون هادئ تمانية تودوموند تون امي لنبلسمن دو تون كارتية كي سك تدي انت بتسأل صديقك عن مكان الحي بتاعه ماذا انت تقول او ستروف تون كارتية اينا يوجد حيك او هي تابيل اينا توجد مدينتك كمو اي تون كارتية كيف يكون حيك كيلي تون كارتية ما يكون حيك طبعا او ستروف تون كارتية اينا يوجد حيك عشان بسأل عن مكانه تسعة تنديك لا بوزيسيون دو تافيل كيسك تدي انت بتحدد موقع مدينتك ماذا انت تقول جابيت الاكساندري انا بعيش في اسكندريا سي او نور دبي انها في شمال البلاد هي بتكون كبيرة جسويني اتنطا انا تولدت في تنطا طبعا بحدد مكانها يبقى هي في شمال البلاد عشرة تونمي تودمون صديقك بيسألك كمان تود بلاس ان فيل كيسك تدي كيف انت تتنقل في مدينتك ماذا انت تقول او مترو بالمترو جابيت ان فيل انا بعيش في مدينة ما فيل سي تنتا المدينة بتحت تنتا جتليز لابيون انا بستخدم الطيارة يا سلام يبقى انا بتنقل بالمترو حداشر تودمون داتورامي توني تينيرير بورالي او ميزي كيسك تدي انت بتسأل صديقك عن خط السير عشان تذهب الى المتحف ماذا انت تقول لماذا انت تذهب الى المتحف كيف يكون المتحف كيف اذهب الى المتحف كيف اذهب الى المتحف لو سمحت ماذا يوجد في المتحف طبعا الجابة الصحيحة تبقى كيف اذهب الى المتحف يكامل اثناشر تنديك اتنامي صاني تينيرير بورالي على الى المتحف كيف تقول انت بتحدد لصديقك خط السير عشان يروح المحطة ماذا انت تقول هتقولك جابيت بريد دو الى المتحف أنا بس كن بالقرب من المحطة بول برون دور لتران عشان تاخد القطر تورنا دور وات اتجه يمينا برون لافيون خد الطيار طبعا خد الطيار عشان تروح المحطة لا طبعا هي اتجه يمينا تلاتاشر المتحف يكون امام المحطة ماذا انت تقول انت هتقوله الى الوان دو لاجار هو بيكون بعيد عن المحطة النيبا بريد دو لاجار هو لا يكون بالقرب من المحطة النيبا بريد دو لاجار هو بيكون في وكه او مقابل المحطة النيبا بريد دو لاجار هو بيكون تحت المحطة طبعا اجابة صحيحة هو بيكون في المقابل من المحطة اربعتاشر طبعا اجابة صحيحة طبعا اجابة صحيحة طبعا اجابة صحيحة اجابة صحيحة امشي في الممر المشاة طبعا اجابة صحيحة امشي في الممر المشاة يا شباب مش مارش يسير لطرطوار ليه؟ لانه لو ميشي على الطرطوار عمره ما هيعبر الطريق وانا عندي هنا كلمة يعني يعبر فعشان تعبر يبقى لازم تعدي في ايه؟ في الممر المشاه اللي هو بيبقى مكان اشارة المرور كده يا شباب تمام؟ خمستاشر تسأل صديقك عن مهنة والده ماذا انت تقول؟ كيف تكون مهنتك؟ كيف تكون مهنتك؟ ماذا يعمل والدك؟ كال عام؟ ما عمر والدك؟ كال عام؟ ما مهنة والدك؟ طبع الجيبة الصحيحة ماذا يعمل والدك؟ نكمل ستاشر تسأل صديقك عن مهنته المفضلة في المستقبل ماذا انت تقول؟ كال عام؟ ما تكون مهنتك؟ كال عام؟ ماذا تحب ان تكون في المستقبل؟ كال عام؟ كال عام؟ ما تكون مهنة والدك؟ كال عام؟ أي فصل انت تفضل؟ طبعا الإجابة صحيحة ماذا تحب ان تكون في المستقبل؟ سبعتاشر كال عام؟ تحب أن تحب أن تحب أن يقوم بعمل عام؟ أنت تحدد طبيعة عامل الطبيب كال عامل الطبيب؟ ماذا أنت تقول؟ هو يعد الأدوية هو يعالج الحيوانات هو يفحص المرضى هو يقص الشعر طبعاً هو يفحص المرضى الإقابة الصحيح ماذا تقول صديقك يسألك عن عمل الخباز ماذا أنت تقول هو يعمل حلويات هو يجهز العيش هو يصفف الشعر هو يبيع دواء طبعاً الخباز يعمل عيش 19 أنت تسأل صديقك أين يعمل الطبيب الطبيب ماذا هو يقول أو صالان دو كوافير يعمل في الصالون الحلاءة في المحل الملابس أو في البوتيك أو في المحطة أو في المستشفى طبعاً الطبيب يعمل في محل الحلاءة طبعاً المستشفى طبيب ماذا تقول صديقك يسألك عن مهنتك المفضلة ماذا أنت تقول جسوي لسيان أنا بكون طالب سانوي جمال لي أوبارك أنا بحب الذهاب إلى المنتزر جبريفيري تريميديسان أنا فضل أن أكون طبيب إل فؤيتر فارماسيان هو يريد أن يكون صيدلي طبعاً إقابة الصحيحة جبريفيري تريميديسان أنا فضل أن أكون طبيب نكمل بعيد وعشرين طبيب أنت تصف مدينتك ماذا أنت تقول أنا ساكن في اللقصر هي بتكون هادئة الاتميد هي بتكون خجولة الفيدو 20 متر هي عامل 20 متر هي أيدي الصلاة لا طبعاً هي بتكون هادئة 22 تسأل صديقك ماذا هو يفعل في القبل ماذا هو يقول ماذا هو يفعل ماذا هو يقول جوفي دولاناتاسيون بمارس السباحة جوفي دوسكي بتزلق جوفي باتا أغلس بتزلق لكن في ساحة التزلق جوفي دوسكات بعمل ايه؟ تزلق برضو بس بالسكات اللي هو الايه؟ اللوح اللي فيه عاجل طبعاً سكي توقف الجبل دايماً سكي دية تربطها بايه؟ بمونتاني 23 24 تسأل اين المشاه يمشون في الشارع ماذا هو يقول سور لدروتوار على الرصيف سور على ممرة الدراجات على الأقدام أين يمشون؟ ما تنفحش على الأقدام طبعاً على الرصيف 24 تسأل كيف يكون حيك؟ تسأل صديقك أن يصف حيه؟ ماذا أنت تقول؟ دكري طبيل صف مدنتك؟ أين أنت تسكن؟ كيف يكون حيك؟ دكري طبي يوصف بلدك طبعاً هنا يتكلم عن حيه ويبقى يوصف حيك أو كيف يكون حيك؟ 25 تسأل صديقك أن تحدد موقع بلدك ماذا أنت تقول؟ صديقك يسألك أن تحدد موقع بلدك ماذا أنت تقول؟ في شمال أفريقيا في المدينة سي لجيبت إنها مصر إلي بو هي بتكون هو بيكون جميل طبعاً هي في شمال أفريقيا 26 تسأل صديقك كيف تفعل؟ كيف تقول؟ أنت بتسأل صديقك عن حالة التقس في باريس ماذا أنت تقول؟ كم الساعة؟ كيف تفعل؟ إلي أن أجبت؟ ما حالة التقس في مصر؟ كيف تفعل؟ أي تقس أنت تفضل؟ في فرنسا أفريقيا في فرنسا طبعاً هذه الإجابة الصحيحة نكمل ساعة وشرين تتكري كيف تفعل؟ كيف تفعل؟ أنت بتصف حالة التقس ماذا أنت تقول؟ لا أعطي التقس أنا لم أكن لدي وقت التقس يشب يبدأ الحالة التقس هو يبدأ الساعة 8 أريد أن أفريق المسر أفريقيا في فرنسا طبعاً يكون الحالة لإجابة الصحيحة 28 تتكري كيف تقول؟ كيف تقول؟ يوجد مطر الشمس تكون حارقة الفيت ريشو الجو يكون حر جدا انا بفضل الشتاء طبعا بوصف الجو او حالة التقس تا في مطر تسعة وعشرين تسعة وعشرين اتنامي سا سيزون بريفيري كيس كل دي انت بتسأل صديقك عن فصل المفضل ماذا هو يقول في الصيف انا بعمل تخييم انا بعشاء الصيف انا مبحبش الخريف انا بفضل البحر طبعا بسأل عن فصل مفضل يقول لي انا بعشاء الصيف تلاتين سيزي لمو بريفيري دون لاناتير كيس كل دي انت بتسأل صديقك عن العناصر المفضلة بالنسبة له في الطبيعة ماذا هو يقول جو بريفيري تريف تنرير انا فضل ان انا كون طبيب بيطاري جو بريفيري دون لاناتير كيس كل دي صديقك بيسألك لماذا انت تذهب الى ساحة التزلج ماذا انت تقول بريفيري دو تنس عشان ألعب تنس بريفيري دو باتا أغلاس عشان أتتزلج بريفيري دو سكي عشان أتتزلج برضو بس ديت على الجبل بريفيري دو جي عشان أسبح يبقى هنا باتا أغلاس عشان ديت اللي بتحصل في ساحة التزلج 32 تودومون داتورامي انت بتسأل صديقك كي لك دي فيه على فري كي سكيل دي تبتسأل صديقك ماذا يفعل او ما هي الانشطة اللي بيعملها في الغابة ماذا هو يقول جو فوتوغرافي لاناتير بصور الطبيعة جو في ديسكي بمارس التزلج جو كوت لبروفسير باستمع إلى المدرسين جو جو أو فوتبول بلعب كورد قادم طبعا بصور الطبيعة هي الإجابة الصحيحة 33 تودومون داتون امي سي بروجي بندان لباقانس بروشين كي سكيل دي انت بتسأل صديقك عن مشاريعه أثناء العطلة أو الأجازة القادمة ماذا هو يقول جو في اللي على مير أنا سوف أذهب إلى البح البحر لباقانس سون دو موى الأجازة بتكون شهرين جيم لباقانس أنا بحب الأجازة جو فيزيت لميوزي لويك اند أنا هزور المتحف في الويك اند طبعا إجابة الصحيحة أنا سوف أذهب إلى البح أربعة وثلاثين تُدومان أتونمي فرنسي كي سكيل دي انت بتسأل صديقك الفرنسي عن عاصمة بلده ماذا هو يقول سي لفرنسي إنها الفرنسية سي لفرنس إنها فرنسا سي لورو إنه اليورو سيباغي إنها باريس طبعا إجابة الصحيح خمسة وثلاثين تُدومان أتونمي فرنسي لاموني دو صنبي كي سكيل دي انت بتسأل صديقك الفرنسي عن عملة بلده ماذا هو يقول سي لفرنسي إنها الفرنسية سي لفرنس إنها فرنسا سي لورو إنه اليورو سيباغي إنها باريس طبعا العملة بأليور تُدومان أعن توريست سا ناسوناليتي كي سكيل دي انت بتسأل أحد السياح عن جنسيته ماذا هو يقول جبار لإيطاليان بتكلم إيطالي جسويز إيطاليان أنا بكون إيطالي جابيتا روم أنا ساكن في روما مونبي سي لتالي بلدي بتكون إيطاليا طبعا أنا بكون إيطاليا هي لجابة الصحيح عشان بسأل عن الجنسية نكمل ساعة وثلاثين تُدومان تونمي كم بيادو لانج يل بارل كي سكيل دي انت بتسأل صديقك عن عدد اللغات اللي هو بيكلمها ماذا هو يقول جسوي فرنسي أنا بكون فرنسي جيمل فرنسي أنا بحب اللغة الفرنسية جني بارل با إيطالي أنا بكلمش إيطالي جبارل تروى لانج أنا بكلم ثلاث لغات دي لجابة الصحيح تمانية وتلاثين تُدكري لاناتير ونتون كي سكيل دي انت بتنصف الطبيعة في الخريف ماذا أنت تقول les arbres sont verres الأشجار بتكون خادرة les fleurs sont بارته الورود بتكون في كل مكان les montagnes sont en blanc القبال بتكون بالأبيض les feuilles sont maraud الأوراق بتكون bonnie وطبعا دي لجابة الصحيحة تسعة وثلاثين تُنَمِي تُدَمَنْدِ كُمُون إِلَا نَاتير أو برانتون كي سكي تُدِي صديقك بيسألك كيف تكون طبيعة الربيع ماذا أنت تقول les fleurs sont colorés الظهور بتكون ملونة les fleurs sont orange الأوراق بتكون باللون البرتقاني les fleurs sont colorés لا يوجد أشجار طبعا إجابة الصحيحة هتبقى الظهور بتكون ملونة 40 tu demandes d'autonomie pour quoi il va au parc d'attractions qu'est-ce qu'il dit أنت بتسأل صديقك لماذا هو يذهب إلى حديقة الملاهي ماذا هو يقول هيقولك ايه pour prendre l'avion عشان أخذ الطيارة pour prendre le train le train de main عشان أركب كطار الظلام pour voyager en train عشان أسافر بالكطار pour faire du ski عشان أتزل طبعا le train de main يعني كطار الظلام ده بيكون موجود فيين في حديقة الملاهي 41 tu demandes d'autonomie pourquoi il n'aime pas les montagnes russes qu'est-ce qu'il dit انت بتسأل صديقك لماذا هو لا يحب كطار الموت ماذا هو يقول c'est génial إنه رائع ça me fait peur إنه يخيفوني j'adore les montagnes russes أنا بعشق كطار الموت je n'ai pas la tête qui tourne هو ما بيخليش راسي تلف أو بيخليش عند صداع طبعا هو بيحبوش عشان هو بيخوفو 42 tu yabeur à la maison honte qu'est-ce que tu dis انت بتكون خايف من بيت الرعب ماذا أنت تقول c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial je n'ai pas peur أنا اللي أشعر بالخوف منه c'est génial 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 44 tu demandes à tonami 2 il vient qu'est-ce que tu dis انت بتسأل صديقك من أين هو أتى ماذا هو يقول je vais au cinéma أنا أذهب إلى le cinéma je vais aller à Paris أنا أذهب إلى Paris je viens de Belgique أنا أتىيت من Belgique il vient de Rome هو أتى من Rome طبعاً je viens de Belgique أتىيت من Belgique ton ami te demande c'est quoi le train d'Émin qu'est-ce que tu dis صديقك بيس ألك ماذا تكون ماذا يكون كطار الظلام ماذا أنت تقول c'est un transport إنه وسيلة مواصلات c'est un jeu إنه لعبة c'est un sport إنه رياضة c'est un fleur إنها زهرة طبعاً كطار الظلام لعبة c'est un jeu نكمل نكمل 46 ton ami te demande pourquoi tu es peur qu'est-ce que tu dis صديقك بيسألك لماذا أنت خايف ماذا أنت تقول صديقك ماذا أنت تعمل عندما تقل 47 ton ami te demande ce que tu fais quand il y a dans la neige qu'est-ce que tu dis صديقك بيسألك ماذا أنت تعمل عندما تجد talc ماذا أنت تقول لما تجد talc بتعمله je fais un bonan 2 neige أنا بعمل رغل talc je fais 2 la natation أنا بنزل أسبح في talc je ne fais pas du ski أنا ما معملش تزلق je nage avec mes amis أنا بسبح مع أصدقائي طبعا لما لا يتلق سيعمل رغل talc 48 tu parle 2 ta basion كيف تقول أنت تتكلم عن شغفك أو هويتك ماذا أنت تقول je préfère la photographie أنا أفضل التصوير je déteste la banteure أنا بكره الرسم il adore la musique هو يعيش الموسيقى je suis informaticien أنا بكون مبرمج طبعا إجابة صحيحة أنا أفضل التصوير 49 40 tu demand autonomi sans déguisement à la fête كيف تقول 50 50 50 طبعا إجابة صحيحة à la fête كيف تقول صديقك يسألك عن تنكرك أو ملابسك التنكرية في الحفلة ماذا أنت تقول la fête est déguisé الحفلة j'adore la fête أنا أفضل 60 surpriz إنها مفاجأة il est de guisement هي بتكون تنكرية أكلب في النادي طبعا إنها مفاجأة تنكرية 52 tonomi tu demand صديقك يسألك c'est quoi la coccionale كيف تقول ماذا تكون الدعسوقة أنت تقول 60 insect إنها حشرة 60 plant إنها نبات 60 jeu إنها لعبة 60 sport إنها طبعا coccionale حشرة 53 ton père تعمل dans un hôpital كيف تقول عندك يعمل في مستشفى ماذا أنت تقول إنها 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 54 tonomi te demande les mois de 30 ans كيف تقول صديقك يسألك عن شهور الربيع ماذا أنت تقول 2 سبتمبر à ديسمبر من سبتمبر لديسمبر من شهر 9 إلى شهر 12 2 مارس إلى جوان من شهر مارس إلى شهر يونيو اللي هو 3 إلى 6 2 ديسمبر إلى مارس من 12 إلى 3 2 جوان إلى سبتمبر من شهر 6 إلى شهر 9 طبعاً هو بيكون من شهر 3 اللي هو مارس لشهر جوان اللي هو يونيو 55 تحكي عن حدث في المستقبل ماذا أنت تقول أنا سوف أذهب إلى المنتزة أنا سوف أذهب إلى المنتزة أنا لا أفضل الموسيقى وطبعاً في هنا مرحوظة مهمة جداً يا شباب هي كلمة ميزيك كلمة مؤنسة مش كلمة مذكرة يعني المفروض ديات ما تبقاش لو تبقى لا أوكي خدوا بالكم إندي كويس قوي دي خطأ مطبعي أنا سوف أذهب إلى المنتزة أنا سوف أذهب إلى المنتزة طبعاً بحكي عن حدث حصل في المستقبل لذا سوف أذهب إلى المنتزة 56 تنامي تدومان تا بوزيسيون على كورس دو فيلو كيسك تدي صديقك بيسألك عن موقعك أو مكانك في سباق الجاري ماذا أنت تقول سيسير لاروت إنها على الطريق جينفير دو فيلو بحب أمارس ركوب الدراجات لا كورس اي اميدي السباق بيكون الساعة 12 جسوي لدرنية أنا بكون الأخير أفرحيطي طبعاً دي إجابة الصحيح نكمل سباً خمسين تنامي تدومان لماذا تذهب إلى المدرسة كيسك تدي صديقك بيسألك لماذا أنت تذهب إلى المدرسة في الأوتوبيس ماذا أنت تقول سباً 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 أنا ساكن بعيداً عن المدرسة طبعاً هذه الإجابة الصحيحة لكي يأخذ الأوتوبيس سباً 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 اضغط لايك بالفيديو وما تنساش تشترك في القناة لو انت مشتركتش وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنساش تدال زمالك على القناة واعرف ان الدال على الخير كفاعله وانتظرونا في الجزء الثاني من المراجعة على القواعد والموضوعات كان معكم مسيو خالد الزكو من قناة مسيو اولاين وختاما لا تنسوني من صالح الدعاء شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته